ولازلت أتابعك وأتابع نشاطك المتميز وأتابع كذلك نشاطك من خارج أرض الوطن ربما أنك كنت توجد خارج الوطن فإنك كنت لا تنسى مدينة مكناس ولا تنسى الذكر عن مدينة مكناس فأنا أشكرك على الاهتمام وأتمنى مجيد من التوفيق ومجيد من النجاح حتى إن شاء الله تشوف المدينة ديالك كما كتبغيها يعني كيشوف كل مكناس اللي هو غير عليها وبكل صراحة كقيدوم كرجل اللي عنده دباء 51 عام في الصحفة الرياضية أقول مكناس مش الضحية ويجب أن تنقذ والذي يمكن أن ينقذ مكناس هو رجالتها وهو أناسها وبهذا المناسبة ديال رمضان المبارك السعيد أتمنى للكل الصحة والعافية وطول العمر وأتمنى لمدينة نام كناس العاصمة الإسماعيلي العريقة التي كانت تسمى في هذه الحماية أنها تسترجع القيمة ديالها وأن رجالتها إن شاء الله يفقوا من الناس وينفضوا عنهم الغبار ويعرفوا بأن بدنتون رأى عندها بزد الإمكانيات التي يمكن أن تكون من أدخم وأحسن لمدينة المغرية